مساء الخير المساء بيقول كل شيء بالخناء إلا الجواز بالاتفاق لأن دول اتنين هيعيشوا مع بعض العمر كله ويكون في تفاهم وموادة ورحمة من الأول يا كل طرف يروح لحاله ويشوف حد تاني أنسب ليه بس بوسينا بطلق قصة حقيقية النهاردة لما اكتشفت أن خطبها مش مناسب ليها وقررت أن هي تسيبه بالمعروف قال لا مفيش حاجة اسمها تمشي إحنا اللي بينا دم وأقسم بالله أتبحك لو شفتك مع حد غيري تعالوا نسمع الحكاية من أولها ونشوف بوسينا بعتت تقول لنا إيه اسمي بوسينا من الشرقية عندي 18 سنة والمفروض أني دلوقتي فقولة جمعة بس ما كملتش بسبب خطيبي قصتي معاه بدأت ونفتني سنوي هو في نفس البلد بس اتعرفت عليه في الدرس حبيته وحبني وتعلق بيه قوي وبقينا نتقابل بعد المدرسة وساعات بعد الدروس ولما عارفه أهلي بابا ضربني وربطني بجنزير وخد مني تليفون ولما حبيبي عادة من تحت الشباك بتاعنا بالماكنة بتاعته عادت تنطط وأنا مربوطة بالجنزير وخرجت له من الشباك وشفني وقلت له لما الدنيا تهدى هبقى رن عليك من تليفون ماما عشان تليفوني متاخد مني وفعلاً كلمته من تليفونها واتفق معايا إنه هيجيب لي موبايل جديد بخط من وراهم عشان نرجع نتكلم تاني وبعد كام يوم بابا قال لي اتضبتي وامشي عدل وأنا خليك تروحي المدرسة والدروس تاني بس لو عرفت إنك بتكلمي الولد ده مش هقولك هعمل فيكي ايه وأنا قلت له ماشي بس فضلت أكلم حبيبي من التليفون اللي جابهولي من غير محد يعرف وكنا بنتقبل لفترة لحد ما بابا عارف تاني وكان يوم صعب علي جداً قعدني خالص من الدروس والمدرسة وما كنتش بطلع من البيت خالص وبالعافية بيواديني الامتحانات بس رغم أن بابا كسر التليفون وخلاني تحت عنيه طول الوقت بس برضو حبيبي عارف يهرب لي تليفون جديد لحد ما قال لي خلاص أنا لازم أجا تقدملك وفعلاً بعت أمه وقريبه عشان يفتحوا بابا في الموضوع بس أبويا رفض تماماً فحبيبي قال لي ولا يهمك مش هسيبك واستنى فترة تكون الأمور هدئت وبعدين بعت أهله تاني بس بابا برضو رفض وفي المرة التالتة كيب نفسه وقعد يتحيل على بابا وبابا رفض نهائي وقال له على جستي أنت ما حافظتش على بنتي وما دخلتش البيت من بابا من الأول وعلمت بنتي حاجات عكس اللي أنا ربتها عليها ومش هتصنها وبعدين قريباً كلهم جوم عندنا البيت وعرفوا بالله حصل من بابا فضربوني كتير قوي وحاولوا معايا أني أبعد عنه بس أنا رفضت وقلت لهم أني بحبه ومش هسيبه وفضلت على الحال ده فترة بتكلم معاه في السر من وراء أهلي رغم النبوية كان شاكك وكل شوية يعمل لي كمين بس أنا كنت محافظة على التليفون لحد ما بابا عرف في الآخر وزهق فبعت واحد قريبي لعم حبيبي وقال له خليه بعد عن بنتي ملوش دعوة بيها وفي الفترة دي كنت خلصت السنوية العامة وفجئت بحبيبي بيقول لي كفاية تعليمة عليكي لغاية كده لو كملتي وروحتي كلية أنا مش هجي أتقدم لك ولا هخطبك قلت له عادي روح أكلم غيري ولا حتى أخطب وأنا مش هزعل وكل شيء اسمه ونصيب أم اتعصب ورح قالي والله العظيم ما نسايبك وهقف طريقك وهعملك مشاكل وفضايح ولو حكمت هستناكي برك كلية وأتباحك طيب شفتي بقى إن باباكي كان عنده حق يا بوسينا لما رفض إن انت ترتبتي بده سبحان الله دايما الأب والأم عندهم إحساس ما فيش زيه بيبقوا عارفين وحسين طب يا ترى إيه اللي حصل بعد كده تعالوا نكمل ساعتها أنا خفت وحكيت لصحابي قالوا لي ده بيجدب عليكي وبيهددك بالأوانطة سيبك منه وكملي تعليمك أوعي تطلعي هابلة وتسمعي كلامه بس أنا كنت عارفة متأكدة إن هو مش بيهددني وإنه فعلا ممكن يعمل كده عشان أنا عارفات كويس وللأسف يا سالي اتعلقت بيه قوي وحبيته لدرجة إني ضيعت مستقبلي عشانه وفعلا ما دخلتش الكلية وعملت المستحيلات عشانه لحد ما في الآخر اتخطبنا ويارتنا ما اتخطبنا بعد الخطوبة حصرت مشاكل كتير قوي بنا بقى يشتمني بألفاظ وحشة قوي ده غير إنه بيمدي إيده علي كتير وبنمسك في بعض زي ما يكون معمولنا عمل والله وكل مرة نتشاكل أقلع الدهب وأرمي في وشه وبعدين يجي يصلحني لحد ما كرهته ولما مدي إيده علي آخر مرة أنا برضو مديت إيدي عليه جامد ويومها زعل مني وقال لي إنتي إزاي تمدي إيدك علي قلت له زي ما أنت مش قابلها على نفسك ليه تقبلها علي أنا برضو إنسانة وبنت ناس أمها لما تجوزك هتعمل فيها إيه قال لي أنا بمدي إيدي عليكي عشان خايف عليكي وبحبك بس أنا حسيت إن بقيت بكره قوي عشان كده قررت أفركش بس أمه وأخته قالوا لي معلش يا بوسين هو عصبي بس بيحبك وإنتي بلاش تشدي معاه وخديه بالهداوة آخر مرة ضربني فيها كانت الأسبوع اللي فات وقلت له أنا بكرهك وقفلت التليفون وقررت أسيبه وقفلت على نفسي الأوضة وفضلت أعايت أمجلي من الشباك ونادى علي بصوت واط فتحت الشباك لقيته بيقول لي الحقين يا بوسين أنا هموت وكمسك بطنه قلت له أنت بتكذب علي عشان نرجع بس هو فعلا كان شكله يخوف وباين عليه التعب الشديد فعيط وروحت بي المستشفى واكتشفنا إنه عنده نزيف داخلي فضل يقول لي كل ده بسببك عشان قفلت التليفون وقلت عايزة تسيبيني طبعا كل ده بيحصل وأهلي مش عارفين حاجة لحد ما في يوم بابا عارف وساعتها قلت له أنا مش قادرة أكمل يا بابا وعايزة أفاركش لكن بابا قال لي أنا مليش دعوة مش إنتي اللي اخترتيه مش إنتي اللي حبتيه مش إنتي اللي بعتينه عشانه استحمليه بقى أنا بحبك انسي إنه يكون حاجة اسمها فركشة انسي يكون في حاجة بيننا في يوم من الأيام حاجة اسمها فركشة فاهماني أنا ساعتها هدمرلك حياتك زي ما دمرتي حياتي ولا هخلي أي حد يتقدم لك ولي بيني وبينك الموت والدم لحد ما أخفت منه ما بقيتش أحكي حاجة لحد في البيت خالص وساعت بقول لنفسي ما أنا برضو لو فركشت الناس هتضحك علي ويش متوا وإنا اللي اخترت والمفروض أستحمل بس الكل ما افتكر ضربه واشتمته وشكله المرعب وهو بيزعق وبيهدد بترعب ممكن يحصل لي بعد الجواز يا طرح هيعمل فيي إيه ساعتها أكتر من كده هيضربني وهيبهدلني وهيزلني ولو فكرت أغضب وأمشي مش عارف أروح بيط بابا عشان هما منبهين علي من دلوقتي إن أتحمل اختياري ومش تكيش ودلوقتي أنا تايها يا سالي أستحمل حتى لو عمل فيي إيه ولا أفركش رغم إن بابا مش راضي خالص ومنع موضوع الفركشة ده علما بإننا تخطبنا في شهر عشر اللي فات ده وفرحنا ومفروض هيكون في الصيف ده ووعدني إني لما نتجوز هيخلينا أكمل تعليمي بس أنا مش عارفة هيخلينا نروح كلية فعلا ولا لأ قولولي أعمل إيه قولولي أنا أعمل إيه قولولي أنا اللي أعمل إيه لحد هنا وخلصت رسالة بوسينا رسالة حصلت كتير أو سمعناها كتير فكرتنا بجرائم كانت بشعة ووجعت قلبنا وعيال شوية عيال ما يتقلش عليهم حتى أولاده ولا رجالة هدده بنفس الطريقة سواء بقى في مصر أو في دول عربية أو في أي مكان لما بنات افتكرت إن التهديد ده كلام في الهوى وفيش حاجة تحصل من الكلام ده كله فجأة بعد فويت القوين اكتشفنا إنه ده حقيقي وحصل بالفعل طب يطرى بقى هي لو ثبته ممكن ينفس تهديده ولا بيخوفها وخلاص طب تكمل ولا تفركش شفنا موضوع ده كتير قوي صاح استنونا بعد الفاصل